اشتركوا في القناة وهي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح ينكث فيها لغاية الساعة 10.48 دقيقة بعد الظهر يقول له بعد ظهر يوم الخميس 6.5 لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح طبعا القمر بما أنه استقر في برج الحوت فتأثيره رح يكون على جميع الأبراج ابتلعى بالناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن عين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبال الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم في عنا ثلاث زوايا فلكية أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر والشمس هاي راح تكون في تمام الساعة ثمانية واربعين دقيقة صباحا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء نتيجة يعني ومنتجه لها تغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية بطيئة هي زاوية التثليث إيجابية بين الزهراء وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام ساعة داعش واربع وعشرين دقيقة ظهرا بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابيا بحيث أنها يعني بتدعم أكثر وبتعزز أكثر فأكثر العلاقة العاطفية ما بينهم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام ساعة تسعة وستعشر دقيقة مساء وبتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين طبعا بما أن القمر موجود في برج الحوت فخلو المسار القادم راح يكون يوم الجمعة سبعة خمسة بيبدأ في تمام الساعة سبعة وأربعة وثلاثين دقيقة بعدها صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة حداش واثنين وخمسين دقيقة بعد الظهر لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال أربعة وعشرين يوم في تمام الساعة 12 واثناشر دقيقة بعد منتصف الليل بيصبح خمسة وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة منتحس بنسبة أربعين في المية أما بالنسبة للقمر في الحوت حتى يوم سبعة خمسة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم تسعة وعشرين خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهراء في الثورة حتى يوم تسعة خمسة سعيد بنسبة عشرة في المية المريخ في السرطان حتى يوم أدائش ستي سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عش خمسة سعيد بنسبة خمسة رفعين في المية نبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجديبي تراجع حتى يوم 6 عشرة منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي طبعا ضاير اليوم وبعدين الأجواء بتتحسن فعشان هيك اللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية بده يتوجه للفحص والعلاج خذوا قصد كافي من الراحة ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وممكن تتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس خلال هذا اليوم برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادل وممكن اليوم يتوجه لكم دعوة لحضور حفل أو مناسبة الأهم أنه اليوم تحاول تنجز كل إشي مهم قبل وصول القمر ل يوم الجمعة لبرج الحمل بيت متاعبك فرح تمر فترة صعبة شوي فحاول تكون مستعدلة برج الجوزة يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على طبيعة عمله اليوم تقدر تعزز العلاقة مع المسؤولين وبتحظى بالشعبية وبتكون كل أعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي الأهم حاول أنك متخالف القوانين ما تدخل بأي شيء مشبوه مهما كانت الظروف وفي نفس اللحظة حافظ على سمعتك برج السرطان كونوا أكثر صبر ووعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم تشعروا بقوة العاطفة عندكم أحلام أو أفكار بالسفر أو الاتصالات البعيدة والقيام بمشاريع كبيرة برضو اللي عنده امتحان جامعي أو عنده أوراق قانونية أو معاملات هذا يوم مناسب لإنجازها برج الأسد ابتنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي على الأغلب بيجي من تعويض أو من شراكب ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة بيزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية وبرضو في بعض الاهتمام رح يكون بصحة أحد الأحبة أو أحد المقربين برج العذراء تتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم والأجواء بتكون مشجعة يوم مناسب لإتمام خطوبة أو زفاف أو توقيع عقد أو اتفاق إلو علاقة في هاي الأمور أو مصالحة زوجية علاقاتك الزوجية أو العائلية بتكون جيدة مع الشراكات وبسود نوع من الانسجام والتوافق بشكل جيد اليوم برج الميزان بيتراكم العمل عندكم بتكون تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم ونضموا وجباتكم الغذائية وخذوا قسط كافي من الراحة بتجد سهولة في تطبيق أعمالك الروتينية أو المنزلية ولكن بالمقابل بدك تهتم بصحتك بشكل كبير وبدك تهتم بإنجاز أعمالك ممكن اليوم يصير في سوء تفاهم أو تعامل ما بينك وبين أحد زملاء العمل برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية وبتشعروا بقوة الحظ والعاطفة والأمور المالية طبعا اليوم هاي فترة حظ وبتقوى علاقاتك العاطفية وبتعرف فترة من البهجي ولكن حاول إنك ما تبالغ بملذاتك وفي نفس اللحظة حاول ما تدخل بأي خلاف ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين أحد الأبناء برج القوس بينصب اهتمامكم حول أدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور البستنة بتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجي ممكن تهتموا ببعض المسائل المنزلية أو العائلية اليوم أو ممكن تظهر بعض المسائل اللي رح تهتم فيها اللي كلها إلها علاقة إما في البيت أو في العائلة برج الجديد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات اليوم أهم شيء تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة داخل المدن عادتك اليومي وتنقلاتك بتكون ممتعة وممكن اليوم تستفيد من علاقاتك مع المحيط الأهم أنه اليوم ممكن تهتم ببعض الأمور اللي لها علاقة بالاتصالات والمواصلات أو الاهتمام ببعض المسائل اللي لها علاقة يعني بترويج لعمل في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح الأهم أنك اليوم تحاول أنك تقلل من مصريفك قدر الإمكان وحاول أنك تنتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو أنك تبالغ بالأمور المالية برج الحوت ثقتكم بأنفسكم كبيرة وإنتوا اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم اليوم يعني بتقدر تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي وممكن تنجز بعض الملفات اللي كان صعب أنك تنجزها في الأيام الماضية يعني أيام إيجابية فحاول تستغلها والفترة القادمة أفضل إن شاء الله هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رحاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر